في هذه الطبعة الجديدة من برنامج الصفحة الأولى نكشف الكثير مما هو خفي بين ثنايا الصطور والكلمات في العديد من الصحف العالمية الصادرة اليوم ويصحبنا فيها ضيفي في الستوديو الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار ومن بيروت الكاتب الصحفي أمين قمورية وفي زولتنا اليوم نتابع في والاستريت جورنل نقرأ واشنطن تسحب معداتها العسكرية من سوريا وفي الفينانشل تايمز الخروج من الاتحاد هو أسرع طريق لتقسيم بريطانيا أما العرب اللندنية فتصف القمة العربية الاقتصادية بالعقدة الجديدة التي تعمق أزمة لبنان البداية من صحيفة والاستريت جورنل التي كتبت أن الولايات المتحدة سحبت أول مجموعة معدات أرضية عسكرية من سوريا في الأيام القليلة الماضية الصحيفة نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية قولهم إن خطط واشنطن للانسحاب من سوريا لم تتغير وأن الوزارة لم تتلقى أوامر بغير ذلك وأضفت المصادر بأنه يجري التعامل فعليا مع خطط الانسحاب وأن العشرات من جنود المشاه توجهوا إلى سوريا للمساعدة في سحب القوات من مناطق تمركزها وأن سفن عسكرية تقودها سفينة حربية أمريكية برمائية توجهت إلى المنطقة لتقديم الدعم لحظة مغادرة القوات أبدأ أولا مع ضيفي في الستوديو دكتور أسامة السعيد دكتور أسامة يعني بعد هذه المواقف الأمريكية الغامضة وتحديدا المواقف البقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من سوريا ما الذي يفهم هنا من عبارة بدأت الانسحاب فعليا التي استخدمتها الصحيفة هي بتكشف إصرار ترامب على تنفيذ القرار الذي أعلنه بالانسحاب من سوريا رغم الاعتراضات حتى في الداخل الأمريكي نفسه ورغم الاعتراضات من مؤسسة البنتجون على هذا القرار المتسرع الذي طرعه القوات الأمريكية أو مؤسسة الدفاع الأمريكية أنه جاء متسرعا أنه جاء مرتبكا أنه يعرض القوات الأمريكية حتى وإن كانت محدودة وقوامها لا يتجاوز الألفي جندي وضابط في الأراضي السورية لكنه يعرض هذه القوات للخطر أيضا يعرض حلفاء الولايات المتحدة في الأراضي السورية وفي مقدمتهم الأكراد للخطر وبالتالي أعتقد أن ترامب مصر ومصمم على استكمال قراره رغم كل الاعتراضات التي وجهها بها هذا القرار أعتقد أننا أمام سيناريو الانسحاب البطيء أننا أمام سيناريو انسحاب ربما يستغرق بعض الوقت أمريكا تريد أن ترتب أوراق مع بعض خروجها من المنطقة تريد أن تؤمن مصلحة حلفائها وأمن حلفائها سواء في سوريا ممسلين في الأكراد أو حتى إسرائيل أعتقد أن الولايات المتحدة تسرعت بهذا القرار وهي تدفع الآن ثمن هذا التصرع من خلال انتشار وزيادة نفوذ بعض القوى التي لا تريد الولايات المتحدة نفوذ دكتور دعني أذهب إلى ضيفي في بيروت السيدة أمينة قمورية سيدة قمورية بعد هذا الخبر الذي نشرته والستريت جورنال هل تبين الخيط الأبيض من الأسود بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا أم أننا ربما نكون بصدد مفاجآت في أي لحظة لا من الواضح أن هذا القرار تخذ وأن الرئيس الأمريكي ترامب عادم على الانسحاب في الأمس سمعنا وزير الخارجية الأمريكي يتحدث في القاهرة يؤكد أن رغم كل ما يقال الانسحاب قائم وفي توقيته وحتى في داخل إترائيل يعني من يسمع إلى التعليقات الصحف الإترائيلية هناك انتعاض يعني حتى يعتبرون أن لم يستطيعوا أن يحصلوا شيء فعلي وحقيقي من بولتون رغم الوعود الكبيرة التي أغضقها عليهم وعلى ما يبدو هذا المنح موجود لدى تركيا أيضا التي باتت تدرك أن ما وعد به ترامب بأن تكون تركيا هي البديل على ما يبدو أن هذا من يتحقق لأن هناك إجراءات على الأرض تشهي أو تشير إلى أن هناك نوع من الاتفاق الضمني ربما مع روسيا بأن يملأ الجيش السوري إلى حد كبير هذا الفراغ وأن يكون هناك اتفاقات بين الحكومة السورية وبين الأكراد يعني على ما يبدو أن الأمور تسير فعلا باتجاه أخلاء الولايات المتحدة وجودها من سوريا لكن هذا لا يعني أبدا أن أمريكا تتخلى عن دورها السياسي في سوريا في نهاية تستطيع بحكم حلفائها وحكم موقعها الكبير أن يكون لها حق البيت في أماكن أخرى لكن هناك أيضا مسألة أخرى إذا انسحبوا من شرق الفورات هل يعني ذلك أنها ستترك النفط والغاد لمن سيملأ هذا الفراغ كذلك فيما يتعذق بقاعدة التنف العسكرية وهي نقطة مهمة جدا ومحورية لأن من في حال دخل الجيش السوري إلى هذه المنطقة بالتعاون مع حلفاء الإيرانيين معنى ذلك أن خط دمشق بغداد أعيد فتحه وبالتالي خط طهران دمشق بيروت أعيد فتحه وهذا يعتبر بالنسبة لإسرائيل خطر استراتيجي داهم وكبير هل ستنسحب القوات الأمريكية من التنف في الفترة نفسها أم أنها ستؤجل انسحابها من هذه البعادة استراتيجية المهمة نعم ومن الصحافة الأمريكية إلى الصحافة الإسرائيلية حيث تناول معلق الشؤون العسكرية في صحيفة يدي عود أحرونود ترامب باني شاي تصريحات ترامب الأخيرة بشأن الانسحاب من سوريا فالمحلل المعروف بصلاته الوطيضة مع المؤسسة الأمنية في تل أبيب يقول إن أحدا في إسرائيل لم يطلب من ترامب الدفاع عنها أمام روسيا بل أن تضع شروطا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حال رغبة الروس بعدم وجود عسكري أمريكي في سوريا وأن هذا الوجود يجب أن لا يكونه للإيرانيين أو الأتراك وذلك حفاظا على المصلحة الإسرائيلية أبدأ مع ضيفي في الستوديو الدكتور أسامة السعيد دكتور أسامة المحلل هنا أو كاتب المقال معروف بعلاقاته الوطيضة مع المؤسسة الأمنية في إسرائيل هذه المؤسسة هل اختارت أن تعبر عن مخاوف معينة لجهاد بعينها ولكن عبر الصحافة الإسرائيلية بالتأكيد هناك قلق بالغ داخل إسرائيل وداخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تبعات الانسحاب الأمريكي من سوريا في النهاية هو لا يصب في مصلحة إسرائيل الولايات المتحدة تاريخيا كانت هي الضامن لأمن إسرائيل كانت هي الدرع الحامي لإسرائيل ولتمدد نفوذها الإقليمي في المنطقة وبالتالي انسحاب الولايات المتحدة بهذه الطريقة يعرض إسرائيل للخطر يضع إسرائيل في مواجهة مكشوفة أمام إيران أمام تمدد تركي لا تريده تل أبيب بالتأكيد في ظل التوتر الحادث من بين الجنبيين لكن دكتور أسامة أمن إسرائيل كان مصانا حتى قبل أن تدخل القوات الأمريكية إلى سوريا الأمريكي في سوريا كان ضمانة إضافية لإسرائيل وكانت تريد أن تحافظ على هذه الضمانة الأساسية لأنها لم تكن تريد أن تتورط بشكل مباشر في الصراع أولويات إسرائيل في سوريا هي التخلص من النفوذ الإيراني في النهاية تل أبيب لا تريد أن تكون إيران على حدودها تركي أيضا تتمدد بشكل كبير في الداخل السوري ربما يزداد النفوذ في الفترة المقبلة مع الانسحاب الأمريكي وبالتالي إسرائيل أظن أنها باتت مكشوفة على الوضع في سوريا هي من الخاسرين من الانسحاب الأمريكي وبالتالي هي تحاول من خلال هذه التسريبات أن تعبر للرأي العام الأمريكي عن ماذا تأثرها بهذا القرار الذي تراهه متسرعا دكتور ربما هناك زاوية أخرى للنقاش ولكن مع ضيفي في بيروت سيدة قمورية موضوع الانسحاب الأمريكي من سوريا لماذا يأخذ كل هذا الحجم في الصحافة الإسرائيلية من وجهة نظارك طبعا ترأي لها مطالب كثيرة في سوريا هي طبعا منذ البداية لم يكن لها أي وجود حاولت أن يكون هناك حزام أمني في جنوب سوريا هذا الحزام المتحقق الآن كان لديها مطلبين واضحين المطلب الأول هو انحفار النفوذ الإيراني في سوريا وإبعاده إلى أقصى حد ممكن إلى الشمال والمطلب الثاني هي أن تأخذ ثمن كبير وباهز من الإدارة الأمريكية مقابل هذا الانسحاب قال نتنياهو صراحة أنه يريد مقابل هذا الانسحاب الأمريكي وعد بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على جولان كان واضحا في البقاء الصحفي هذا الحديث وعلى ما يبدو أن هذا المطلب لم يتحقق يعني في السابق أوباما رفض أن يقدم مثل هذه الهدية لإسرائيل وعلى ما يبدو حتى بولتن الأكثر التصاقا بإسرائيل والأكثر مودة مع الإسرائيليين لم يستطع أن يلتدم حتى ولو التزم ما يقوله بولتن ليس بالضرورة ما تقرره الإدارة الأمريكية إذن هي من الناحية الأولى لم تحقق غاية من الغايات وهي كسب الجنان بالكامل المحتل المسألة الثانية والمهمة هي من سيملؤ الفراغ كنا نتحدث قليلا عن معبر التنف وباعتقادي من يعرف ناحية استراتيجية في هذه المنطقة يعني طوال فطرة طويلة حتى عندما كان هناك حزب بعث يحكم في دمشق وحزب بعث يحكم في بغداد لم تكن الطريق مفتوح بين دمشق وبغداد عندما تفتح الطريق بين دمشق وبغداد وتمتد إلى الداخل الإيراني وطولا إلى جنوب لبنان معنى ذلك أن ميزان القوى اختل هذه المرة ليس لمصلحة إسرائيل فلذلك الوجود الإيراني يقلق إسرائيل كثيرا تدرك معانيه الكبيرة على المستوى البعيد فلذلك هي تريد ضمانات بأن لا يكون لإيران استمرار في الوجود وحتى هذه اللحظة لا يبدو من كل ما تقدم بأن هناك فعلا نية أمريكية صريحة بمحاصرة إيران هناك طلب من الروس بحصر النفوذ الإيراني إلى حد ما لكن إيران لا تزال موجودة ولا أعتقد أن موثق الآن بوارد أن تدخل بمواجهة مع إيران في الميدان لأنها لا تزال تحتاج إلى مثل هذه العلاقة لأسباب أدى وكثيرة فتجاوز توريا ومن الصحافة الإسرائيلية إلى الصحافة البريطانية فصحيفة ميدل إست آهي البريطانية توقفت عند جولة بومبيو بالشرق الأوسط وخطابه الذي تركز على دعوة الإدارة الأمريكية المتجددة للوحدة الإقليمية في مواجهة إيران وذلك لطمأنة الحلفاء عقب الإعلان المفاجئ للرئيس دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا خطابه مايك بومبيو بحسب الصحيفة استهدف التأكيد على الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط كما أريد له أن يكون مخالفا للخطاب الذي ألقاه الرئيس السابق باراك أوباما في القاهرة عام 2009 دكتور أسامة إلى أي مدى تتفق مع ميدل إست آي في أن خطاب بومبيو في القاهرة أريد له أن يكون مخالفا لخطاب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في القاهرة في عام 2009 بالتأكيد هناك محاولة أمريكية لتقديم خطاب مختلف تقديم رؤية مغيرة لما طرحه أوباما في 2009 لكن أعتقد أن السياسة الأمريكية والخطاب الأمريكي بشكل عام بات يتمتع بأزمة ثقة حقيقية وانعدام مصداقية كبيرة في الشرق الأوسط هناك قلق كبير وشك كبير في النواية وصدق النواية الأمريكية تجاه المنطقة هناك إدارة تعلن أنها قوة خير في الشرق الأوسط لكنها في المقابل تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنقل صفارتها إلى القدس هناك توجه إدارة أمريكية تريد أن تحارب الإرهاب بينما هي تدعم بعض القوى المتطرفة الأخرى في أماكن مختلفة من الشرق الأوسط هناك قوة أمريكية ودولة أمريكية تريد أن تمد يد العون لقوة في الشرق الأوسط لكنها تعز الصراعات وتضمن أمن إسرائيل وبالتالي أعتقد أن هناك أزمة ثقة حقيقية لجاه الخطاب الأمريكي سواء في عهد أوباما أو في عهد ترامب دكتور يعني أنت عقدت مقارنة ربما تكون نقطة جيدة للحوار ولكن مع ضيفي في لندن أستاذ قمورية لماذا دوما المقارنة في الصحافة الأمريكية وفي البريطانية بين إدارتي الرئيس السابق باراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترامب أعتقد أن الموضوع الأساسي الذي تحدث عنه بامبيو هو بمقارنة بما كان يقوله أوباما في الصابق هو المسألة الإيرانية يعتبر أن إدارة أوباما كانت شديدة تساهل مع الإيرانيين وهذا ما أوصل إلى ما وصلت إليه المنطقة بدليل تنامي النفوذ الإيراني وهو يعد أن تكون هذه الإدارة إدارة ترامب أشد صرامة في هذه القضايا طبعا هو يقول أيضا هو يتهم إدارة أوباما بأنها تخلت إلى حد كبير عن مراكز نفوذها في الشرق عن نفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط يعني كان لديها خلافات مع دول أساسية مثل المملكة العربية السعودية مع بعض الدول العربية الأخرى وأن الإدارة الجديدة تريد استعادة حلفائها وأن تحقق لهم ما لم تعجزت عنه الإدارة السابقة ودارت له لكن طبعا كما تحدث الزميل في ضيفك في الستوديو واضح أن الإدارة الأمريكية أي إدارة أمريكية لم تعود مصدر ثقة هم يقولون شيء ويتصرفون شيء آخر حتى هذه اللحظة لا نعرف ما هو موقفهم من فعل مما بعد الانسحاب منه؟ هي القوى التي يريدونها بعدهم هناك ما إذا كانوا فعلا يريدون مواجهة إيران أم أن هذا الكلام فقط لزر الرماد في العيون وأن الإجراءات التي جارية على الأرض تشير إلى عكس ذلك هناك تجربة تتعلق بكوريا الشمالية كان ترامب يرفع الصقف كثيرا وفجأة اضطق الرئيس الزعيم الكوري الشمالي ومن يضمن أن لا يتكرر أمام نفسه مع القيادة الإيرانية وقد سمأن ترامب نفسه أكثر من مرة يتحدث عن إمكانية لفتح حوار فبالتالي فعلا السياسة الأمريكية لم تعد تلك السياسة التي يمكن الإطمانة لها أو الاتناد لها نعم أرجو أن تتفضل بالبقاء معي ضيفي الكريمين إذن مشاهدين جولتنا مع الصحف الدولية والعربية لا تزال مستمرة نعود إليكم بعد فاصل قصير أرحب بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج الصفحة الأولى حيث قالت صحيفة العرب اللندنية أن مسألة انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت دخلت في مرحلة محلية جديدة ليست بعيدا عن قضية تعقد تشكيل الحكومة اللبنانية العتيدة وبحسب الصحيفة فإن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الموقف من هذه القمة ومكان انعقادها سيشهد سجالات داخلية تكشفها شاشة البنى السياسية اللبنانية وعجزها عن حسن التعامل مع استحقاق عربي غير معنين بتفاصيل المماحكات الداخلية وفقا للصحيفة أستاذ قمورية الربط الذي فعلته صحيفة العرب اللندنية بين القمة العربية وتشكيل الحكومة اللبنانية هل هو ربط في محله؟ ربما لم تصل الأمور إلى هذا الحد لكن رأيي الشخصي يجب على الإدارة اللبنانية أن تفكر ماليا قبل أن تدعو إلى مثل هذه القمة لأسباب عدة أولها الوضع الداخلي كلنا نعرف حساسيات الوضع الداخلي وخصوصا فيما يتعلق بالسياسات الإقليمية ومسألة النائلة بالنفس التي لا يطبق منها شيء في لبنان أولا حتى هذه اللحظة لا يوجد حكومة في لبنان فبالتالي كيف يمكن لها أن تتقبل قادة عرب على هذا المستوى أن تطرح قضايا تنموية اقتصادية في غاية الأهمية ونحن حتى الآن لا نتفق على مقعد وزاري واحد هذا من جهة من جهة أخرى هناك مسألة سوريا يعني كلنا نعرف النقاش الدائر في البلد حول مسألة العلاقة مع سوريا هناك قسم من اللبنانيين يصر على أن تعود دمشق إلى بيروت وأن تعود بيروت إلى دمشق وبالتالي فتح الخطوط وهناك فريق لبناني يمارس ضغط القوي ويقوم فعليا بمثل هذه العلاقة في حين أن فريق آخر من اللبنانيين وتحديدا الرئيس الحكومة يرفض إقامة مثل هذه العلاقة أضف إلى ذلك هناك مسألة أخرى ربما تتعلق بليبيا كلنا نعرف القضية الشهيرة المتعلقة بالإمام موسى الصادر وحتى الآن التي لم تظهر يعني تتضح كيف اختفى هذه الشخصية اللبنانية المميزة وبالتالي هناك موقف من جزء كبير من اللبنانيين من مسألة الحضور الليبي إلى لبنان فكل هذه القضايا معا كان يفضل أن لا تأتي بها القمة وبالتالي أن تكون القمة في مكان آخر حتى لا نصب الزيت على النار اليوم النقاشات حامية في هذا الموضوع وهناك من يطالب في هذه اللحظة في لبنان منهم لئيس مجلس النواب نبيه بري بأن تؤجل مثل هذه القمة طيب أستاذ قموريا لا أعتقد أن لبنان كان مؤهل لهذا الموضوع نعم ربما ما تفضلت به يدفعني إلى سؤال ضيفي في الستوديو دكتور أسامة السعيد دكتور أسامة الموقف من هذه القمة ومكان انعقادها سيثير سجالات وجدل في لبنان هكذا قالت الصحيفة إلى أين تتفق مع ذلك؟ بالتأكيد هي بتسير إشكالات داخلية كبيرة خاصة أن هناك محاولات للقفز على القمة واستغلالها سياسيا لتحقيق مكاسب معينة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يحاول استغلال هذه القمة لتأكيد دعمه لدمشق وأنه ما يزال دعما للرئيس الأسد رغم كل الانتقادات التي وجهت له بأنه لم يدعم دمشق بالقدر الكافي منذ اندلاع الأزمة في سوريا منذ 2011 هناك أيضا مواقف لقوة 14 أزار تريد أن تستغل هذا الموقف في تعزيز مواقعها الرافضة لعودة دمشق مرة أخرى إلى ساحة النفوذ في لبنان وبالتالي أعتقد أن بالفعل هناك مشكلة حقيقية لكن لا بد أن ندرك أن هذه القمة تتم بدعوة من جامعة الدول العربية هي لست شئنا لبنانيا وحسب لكنها شئنا عربي تتولى جامعة الدول العربية توجيه الدعوة للأطراف الحاضرة والمشاركين وبالتالي أعتقد ربما هذا يكون مدخل لتخفيف الضغط أو رفع العبء عن لبنان وبالتالي يمكن أن تلقى الكرة في ملعب جامعة الدول العربية نعم دكتور أسامة وإلى صحيفة الفينانشال تايمز التي نشرت مقالا بعنوان بريكزيت هو أسرع طريق لتقسيم بريطانيا فقال كاتب المقال أن أكثر الموضوعات التي تثير جدلا في بريطانيا حاليا هو إجراء تصويت ثاني على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأضاف أن إعادة النظر في القضية سيكون سببا للانقسام فالجروح القديمة لن تلتأم مشيرا إلى أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو بقائها فإنه كلما أسرع في إزالة العقبات كلما استعادت البلاد وحدتها الوطنية بشكل أسرع أستاذ قاموريا بريكزيت هو أسرع طريق لتقسيم بريطانيا عنوان الفينانشل تايمد هذا هل تراه عنوانا بريئا؟ طبعا كلنا نعرف أن تداعيات البريكزيت على الداخل البريطاني على داخل المملكة المتحدة كانت قوية جدا كلنا نعرف أنه عندما جلت تصويت على هذا القرار دولة مثل ولاية مثل سكوتلندا أو بالأحرى المرض سكوتلندا بحد ذاتها رفضت هذا الموضوع وسكوتلندا جزء حيوي وأساسي من بريطانيا العظمى وهي لها مكانة مالية مادية اقصادية من دون سكوتلندا لا أعتقد أنه يمكن التحديث عن بريطانيا أعتقد أن مشكلات عدة تتعلق بإيرلندا أيضا في هذا الصياق ومن ربما أيضا بيركيل ويلد يكون شيء من هذا القبيل فبالتالي أعتقد أن هذه المخاطر مطروحة جدا لثيما مع دعوة رئيسة وزراء تكوتلندا إلى إجراء استفتاء جديد على موضوع العلاقة طيب أستاذ قاموريا مع الاتحاد الأوروبي وعلى موضوع البريكسل نعم ربما هذا يدفعني إلى ضيفي في الستوديو دكتور أسامة السعيد دكتور أسامة إعادة النظر في القضية أو في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مرة أخرى ربما يجعل الأمر يتأزم أكثر وأن الجروح القديمة لن تلتأم هكذا تقول الصحيفة هل تتفق معها في ذلك؟ بالتأكيد تتفق مع ذلك لأنه في النهاية الداخل البريطاني محتقن للغاية منقسم للغاية أعتقد أن الفترة المقبلة حاسمة جدا في تقرير مصير بريطانيا إذا ما نجحت رئيسة الوزارة البريطانية في عقد تحالفات مع قوة اقتصادية خارجية تنقذ مستقبل بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي ربما تمر بسلام سفينة بريكزيت أما إذا فشلت تريزا ماي في عقد هذه الاتفاقات وتأزم الواقع الداخلي البريطاني ربما نجد أنفسنا أمام دعوة الانتخابات المبكرة ربما تفقد تريزا ماي وحزب المحافظين مواقعهم في السلطة البريطانية ربما نجد قوة أخرى مخالفة للرأي وربما ترتبك الساحة الداخلية البريطانية بشكل كامل ويعاد النظر في الأمر مرة أخرى نعم أشكرك شكرا جزيلا ضيفي في الستوديو الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير صحيفة الأخبار كما أشكر ضيفي من بيروت الكاتب الصحفي أمين قمورية وبهذا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج الصفحة الأولى شكرا لكم على طيب المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر